إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قال العلماء فما فوقها فما هو أكبر من البعوضة وقد ضربت في القرآن الكريم أمثلة قال الله تعالى مثل الجنة التي يوعد المتقون أمثال كبيرة أكبر بكثير من البعوضة وضربت أمثال فما فوقها يعني فما أصغر من البعوضة فما فوقها يعني فما أكبر منها وفما أصغر منها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم المؤمن الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وآمن بأن هذا الكتاب هو دليل إرشادي من الله عز وجل فيقول سمعنا وأطعنا فيقول آمنا به كل من عند ربنا أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ما عم نفهم ها هنا فائدة أيها الإخوة لو أن إنسانا ملحدا غير مؤمن جاء ليحاججك في آية من آيات القرآن الكريم بأن هذه الآية هو يعتقدها صحيحة أو يعتقدها خاطئة من غير المجد أن تحدثه عن هذه الآية مدام الرجل لا يؤمن بالله أصلا فالمبدأ الرئيس لعلاقتك مع هذا الإنسان أن تحدثه عن الله عز وجل فإذا آمن بالله ربان ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم آمن بالقرآن كتاب الله عز وجل سيقول آمن به كل من عند ربنا أما وإنه غير مؤمن بالله أصلا ما ينفع لو جئته بكل دليلين وبكل حجتين ولكل بيانين على صواب الآية وعلى خطائه ما يستجيب لذلك قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به يعني بأمثال القرآن الكريم يضل به يعني بالقرآن الكريم مع أنه قرآن لكن أناسا يضلون بهذا القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لكن الذين يضلون به وما يضل به إلا الفاسقين سبق أيها الإخوة في مطلع سورة البقرة لما سأل المؤمنون ربهم الهداية في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لكن هذا الهدى ليس لكل الخلائق هذا هدى للمتقين أما الفاسقون فهو عليهم عمى فهو عليهم ضلالة من هم الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي الله عاهدوا الله على التوبة ثم نقضوا التوبة عاهدوا الله على الطاعة ثم نقضوا هذه الطاعة عاهدوا الله على أنه إن نجاهم من كربات أن يستقيموا ثم تركوا الاستقامة عاهدوا الله في الحج أن يعودوا تائبين ثم نقضوا هذا عهد عاهدوا الله أن لا تمتد أيديهم إلى الحرام ثم نقضوا هذا العهد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون اختلف العلماء ما الشيء الذي أمر الله تعالى بوصله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل شوفوا يا إخوان هؤلاء القوم يعني يحادون الله ورسولهم بالضد يعني يبايعون الله ثم ينقضون عهده الله يأمر أن يوصل شيء هو بيقول لك أنا بدي أقطع هذا الشيء أنت إذا قلت له الله يأمرك بيقول لك أنا بدي الله يأمر وأنا ما بدي رد الله أكبر هذا القرآن عليه عمى هذا ما يفيد القرآن لو قرأت له خمسمائة ألف ختمة على روحه ولو قرأت له خمسمائة ألف ختمة في حضوره الأعمى ما ينتفع من النور مهما كان النور قويا والأصم ما ينتفع من الصوت مهما كان الصوته جميلا والفاسق لا ينتفع من القرآن الكريم وهون أمر خطير يا إخوان إذا كان أحدنا لا سمح الله يمضي باتجاه المعاصي ويستمر عليها يخشى أن يدعى من الفاسقين بالتالي ما عاد يفهم من القرآن شيئا يصلي وراء الإمام والإمام يقرأ في آيات تقشعر له الأبدان يقول لك ما في شيء يروح إلى الكعبة ويكون في ليلة قدر والناس كلهم ترتجف أفئدتهم من تلاوة القرآن الكريم يقول لك أنا ما فهمت شيئا يكون في مجلس الناس يذكرون الله وتدمع عيونهم ويقول لك أبدا شبهون ما بال هؤلاء يبكون أنا ما أفهم شيء مما يقال إذا هذا هو العرض فمرضه هذا الرجل بأن القلب مغلق عليه والسبب أنه فسق عن أمر الله عز وجل الله يأمر بأمر أن يوصل هو بيقول لك أنا بدي أقطعه العلماء قالوا ما الشيء الذي أمر الله تعالى به أن يوصل قيل صلة الأرحام الله أمر بصلة الأرحام هو بيقول لك أخي أنا بدي أقطعه يا أخي بس الله الله بريد يوصله بيقول لك ماشي الحال وأنا بريد ينقطعه الله أكبر هذا عمي بارز رب العالمين بالمعصي هذا مخيف يا أخوان مرة تانية ومرة مكررة ممكن أنا وأنت أن تزل أقدامنا بس أرجوك لا تتحدى رب العالمين أنت أضعف من البعوضة التي ضرب الله تعالى بها مثلا ولها مثلا أنت كائنا من كنت أنت إنسان جدا ضعيف شو تتحدى رب العالمين الله أمر ببر الوالدين هو بيقول لك أخي هذا أبي وأنا أبي وما عد بديها الله أمر ببر الأولاد بيقول لك أخي ابني وأنا ما عد بديها ما حدا له عندي شيء لا يا سيدي كل رب العالمين له عندك شيء له عندك أشياء قال ما الذي أمر الله بها أن يوصل قيل صلة الأرحم وقيل أمر أن يوصل القول بالعمل بعد أن تسمع لا بد أن تعمل والله طلب إليك أن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فأنت بعد أن تسمع وبعد أن تفهم مطلوب إليك أن تتحول إلى عمل هذا مغلق على قلبه ومغلق على عينيه ومختوم على سمعه وعلى بصري لذلك لا يفهم من القرآن يضله القرآن الكريم قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض حال هؤلاء كل من أمر أن يقطع أو يقطع ما أمر الله به أن يوصل كل من نقض عهد الله هذا واحد من المفسدين في الأرض هذا واحد من الذين يؤذون البلاد والعباد هذا واحد من الذين يشيعون السوء بين الخلائق الله عز وجل ذكر نهاية هؤلاء أولئك هم الخاسرون كان ممكن الآية أن تقول أولئك الخاسرون لكن الله عز وجل أكد بهم هم الخاسرون لذلك يا شباب يا رجال يا أخوات مهما أراد أحدنا أن يربح في الدنيا أن يفوز في الدنيا أن يعلو شأنه في الدنيا وفي الآخرة فعليه أن يثبت على عهد الله تعالى الذي بايع ربه عليه عليه أن يصل ما أمر الله تعالى به أن يوصل أن يقطع ما أمر الله تعالى به أن يقطع فعليك يا أخوان ما استطاع أحدنا حتى يكون مستفيدا من هذا الدليل الإرشادي من القرآن الكريم أن يوافق قوله قول الله تعالى وأن يوافق فعله أمر الله تعالى وأن يوافق اجتنابه ما نهى الله تعالى عنه كلما اقتربت من أمر الله ومن نهي الله كلما اقتربت من أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتعدت عن نهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت من المتقين إذا أنت من المتقين تنالك الآية التي جاءت في الدرس الماضي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن إذا كان إنسان خارجاً عن هذه التقوى منصرفاً عن هذه التقوى فالله أعطاه شهادة أولئك هم الخاسرون